السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكو حبيبي عاملين ايه؟ يورو بتكونوا بقى الفخير نهاردة بداية اليوم بتاعتي كانت مع جوزي عمل لكم بيتين قهوة كده شربناهم سوا مع بسكوتين او تقدري كمين تحطيهم مع اتنين شوكولاتة كده بتبقى طعمها حل وقوي انا بحب القهوة مع الشوكولاتة هنبدأ اليوم بقى ونسمي الله كده متنسانيش في لايك وشير وسبسكرايب لأسرار المبخ مع خلوطة عملنا ايه النهاردة انا عملت بسلة وكمين عملت معاها فراخ وروز مع عمر وانا عملتها النهاردة عشان نحست كده بأجواء ماما وان انا قاعد عند ماما علشان الاكلة دي من اكلات المفضلة عند ماما ودايما كانت بتعملها لنا لما كنت بنتي يعني بعد كده بقى نسمي الله كده ونجيب البهارات بتاعتنا هنا مرق الدجاج ملح فلفل اسود حبهين ورق لوري هنا معايا طماطمية وبصلاية معايا بقى الفراخ كده انا غسلها كويس وكنت نقعيها في مية بخل وشطفتها تاني وسبتها في المصفة ومعايا المية اللي هستخدمها هنا جبت الحلة حطيت فيها الفراخ انا بحب رس الفراخ كده في الحلة وبعدين هحط عليها الطماطم والبصلاية وبقى حطت عليها البهارات دي هتديك طعم حلو قوي للشربة بتاعتك هتحب الشربة قوي لما مش بتحب الشربة حطيت بقى مية لحد ما تغطي بس الفراخ مش اكتر من كده هرفحها بقى على النار هي مش بتاخد اكتر من 20 دقيقة او 15 دقيقة يعني ما بتزدش عن كده خالص لو النار بتاعتك عالية هتعود بقى اقال حطيتها كده على النار بالشكل دوت لحد ما تغلي غلويتين ثلاثة وتجسي الفرخة بشوكة تلاقيها مفهاش دم هنا كانت لاستهبها فيها دم انا طبعا قلبتها بس عشان تستيب كويس بعد ما استوت وخلاص انا طفيت عليها النار وسبتها لمدة 5 دقيقة كده الشربة من غير النار خالص بعد كده طلعتها على صنية بالشكل ده حاطت عليها معلقة زيت واحط عليها شربة علشان تكون طرية ما تكونش نشفة هدخلها كده بقى الفرن واحط عليها حبة ملح وحفل في الاسود ندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 250 او اعلى درجة عندك وهتسبيها 10 دقيقة هتاخد لوم من تحت ومن فوق برضو بيرجع للنور بتاعتك لو عالية همش تاخد وقت هنا بقى هعمل الروز المعمر وهنا كان معي كوبايتين ونص من الروز وحبت الملح ومعي لتر من اللبن انا طبعا كان معي لبن زيادة يعني ومعي هنا الزبدة اللي هستخدمها او لو عندك سمنة تستخدم سمنة جبت السنية بتاعتي خطت فيها الروز طبعا الروز ده مخصول ومتصافي كويس ونزلت باللبن الكمية برضو كانت مع لقتين ونص مش اكتر وكانت فيها اشتة حطتها تديها طعم حلو قوي ونزلت بالملح والسمنة او هي الزبدة انا استخدمت هنا زبدة وهقلب كويس قوي الروز ده دوت وطبعا هحطه في الفرن مع الفراخ الفراخ كانت في الفرن يعني فانا هحط عليها بقى ايه هحط السنية يعني فوق والفراخ تحت او العكس هنا بقى هنلبسلة هنحتاج لها ايه هنحتاج بصلايا متقطعة صغير جدا احتاج هنا مرأة وملح وفرفل اسود وبهرات اللحمة وكمان او اتحطي سبع بهرات لو عندك وهنا حطيت معايا الطماطم اللي هستخدمها والبسلة بالجزر كانت ماما مفرزاها وبعتلي كيس فانا عملته النهاردة مشاركة كل يوم كامل يعني مفيش اكتر من كده هنا بقى جبت الحالة رفعتها على النار حطت فيها خمس معلقة من الزيت ومعلقة من السمنة هقلبهم كده لحد ما تسخن جامد يعني وهنزل عليها بالبصلية احط البصلية انا مش عايزها حتى تتصفر يعني هي مجرب بس ان هي تتبل كويس واحسة ان البصلية بدأت ان هي تدخل في الصفر شوعي لكن ما تاخدش لون منك يعني هنقلبها كده المدة خمس دايق على النار بصنا عايزها كده بالشكل ده اهي مش محتاجة ان هي تاخد اي لون تمام هنزل بقى عليها بالطماطم بتاعتي وهقلبها كده واسيبها لحد ما تدخل شوية في التسبيكة ولو انت مش بتحبي الطماطم بتسبيكة قوي اه ممكن تحطي بعد ما هي بقيت يعني لو انت معاملة صلصة زي ما زي كده اسيبيها لحد ما تفك هنا انا ضفت لها بس معلقتين طماطم صلصة عشان تديها لون احمر اكتر هنسيبها شوية لحد ما تتسبك الطريقة المزبوطة والحلوة ولا انا بحبها اللي هي تكون متسبكة شوية هنزل عليها بقى بالبهرات بتاعتي واقلب الطماطم دي سبتها واقع هغطيها واسيبها شوية على النار وارجع لها تاني تكون بدأت ان هي تتسبك بصوا هي هنا كده ما تسبكتش برضو هي بدأت تدخل في التسبيك اللي هو الطماطم تقلت شوية اه هحط بقى عليها على طول البسلة اه علشان اه تكون دخلت في السواء بقى اللي بقى ما الطماطم تتسبك فبيبقوا عملوا ماتشنج كده حلوة اوي مع بعض وهورها لكم لما تخلص بصوا كده البسلة كانت اه ما شاء الله خلصت وعايز اقولكوا بصوا تقيلة وفي نفس الوقت مش تقيلة اوي يعني الناس اللي بيجي لها حمودة والحاجات اللي متسبكة بتتعبها اه مش هتتعبك علشان هي كده ما متسبكتش اللي هو اوي يعني ما بين البنين هغرفها كده بقى بالشكل دوت كمان الفراخ بتاعتي طلعت اهي بصوا كده هي طلعت خلاص انا طبعا سبتها زيادة شوية فالصنية اتحرقت سنة يعني بس انا هحطها تحت مياه وهتبقى زي الفل هنا البسلة غرفتها كده وعايز اقولكوا ان الروز المعمر طريع تحفة يعني يامل جدا طبعا محدش علمهوني غير ماما حبيبيت قلبي ربنا يديها الصحة ويخليها لي وما يحرميش من وجودها ابدا دايما بفضل اسألها كده على الطرق اللي انا بنسيها وبرجع لها في اي حاجة انا عايز اعرفها فبصوا بقى شكلها جميلة ازاي زي ماما بتعملها بالزبط طبعا هي مش هتيجي زي تعمل اكل بتاع ماما بس اهو بلتعلم وكمان الفراخ طلعت اهيب الشكل دوت غرفتها برضو انا كنت باكل نوع جوزي بس فمكنتش عاملة كمية كبيرة وفي نفس الوقت برضو مش بحط الفراخ كلها تقدر يكمنت اسميها على يومين براحتك وحطت بقى شربة متنسونيش بقى في اللايك وشير وسبسكرايب لأسرار مبخ مع خلود شيروا الفيديو على قد ما تقدروا علشان ان يفيد بي غيرنا متنسونيش بقى في الكومنتات الحلوة وبشكركم على الفيديو الاخير بجد الكومنتات شجعتني ان انا انزل فيديو جديد اه انا بعض اصور بس مش بمنتج على طول فالكومنتات بجد بتبهرني كده وبتخليني عايز اصور دايما وهقولكو بقى اه اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله هنا بقى انا واردكو بس القهوة وجامل القهوة كده يبتصب انا مغرمة بالقهوة ومدمنة قهوة ويلا هقولكو دلوقتي هستقو بقى مع الفيديو لو حابين تجربوه وعايزين توروني الوصفات بتاعكو ادخلوا على جروب الفيسبوك اسران مطبخ مع خلود ووروني ونتكلم مع بعض السلام عليكم ورحمة الله بركاته